ويقولون لهم إذا مرت السيارات هذي يبلغونها وصدق مرت وقال ذا المرة فهد راح نراقبهم من البداية ونشوف وش يسوون وتقوم الكلابة تنابح إذا شمت هذه المادلة سلام عليكم سال خير يا جوعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله أول شيء الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة ويسخر لكم ملائكتهم في السماء وجنودهم فلر الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين شكرا حرفيا على الكلام الجميل اللي قاعد أقراه الله يسعدكم يا رب شي ثاني جوعة الخير قصة اليوم من القصص الجبارة اللي قريتها قصة اليوم قصة مختلفة بما تعنيه الكلمة قصة اليوم رح أحطها من القصص اللي ممكن يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام قصة وأنا قاعد أقراها والله العظيم أني تحمست أني أقوم أصورها الآن وقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات شي ثاني يرى بيع هذا السناب الخاص فيني مو سناب القديم هذا سناب الجديد تابعوني هناك فيه أشياء حلوة ممكن تشوفونها في الأيام الجاية في الله خلنبدأ في قصة اليوم مثل ما انتوا عارفين يا جماعة الخير القصص تحكينا أحداث صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل في القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم الشخص اسمه أحمد أحمد يا جماعة الخير يقول يقول أنا عشت بين عائلة ما هي العائلة الغنية ولا العائلة المتوسطة بل أقل من المتوسطة ويقول برضو أحمد عائلتنا مكونة من أربع بنات وثلاث عيال يقول وأنا أكبر الأولاد في العائلة وحنا متعارف عندنا داخل بيتنا أن أمي وأبوي يتعبوا بشكل كبير وهم يعطوننا الفلوس ويكدون علينا فاتفقنا أنا وخواتي واخواني أن احنا ندرس وبعدا نتوظف بشكل سريع عشان نساعد أهلنا من ناحية مصروفات البيت والريحهم يقول حرفيا هذا هدفنا في الحياة إنه بس الريح أمي وأبوي ولا عادي يدفعون علينا فلوس ولا عادي يخسرون علينا أي مبالغ مالية يقول أحمد في مرحلة الثنوي كان عندي صديق واحد مثل ما انتو عارفين مرحلة الثنوي هي المرحلة اللي لازم تختار أخوياك حرفيا بالضبط وتختارهم بشكل سليم لأن ممكن في أحد من أخوياك رح يأخرك في التطور أو في الأعمال أو إلى آخره مرحلة الثنوي مرحلة مهمة يقول أحمد أنا كان عندي ربع أيام الثنوي يقول كانوا حوالي خمسة ولكن اللي أعزهم شخص واحد هو الشخص اللي أستمع منه وحرفيا إذا قال لأي نصيحة أصدقها يعني هذا الشخص أثق فيه ثقة عمياء بشكل كبير يقول في يوم الأيام خلاص على نهاية المرحلة الثنوية خلاص بنتخرج ثالث ثنوي آخر أيام الدراسة جيت عند خويه اللي اسمع عبدالله اللي أثق فيه وحب أسمع آراءه وحب أسمع اقتراحاته لك إذا ونا عندنا حالتنا المادية ومو مرة كويسة فدي توظف وظيفة تكون يعني كويسة وتجيب لي مدخوله كويس أقدر أكد فيه على أهلي وخواتي قال لي عبدالله يعني ما رح تكمل دراسة بكالوريس قلت لا والله ما بغ أكمل قال لي طيب وش رايك أسأل أبوي وأرجع أقول لك لأن والله ما أدري وش الأشياء اللي يقول لك ادخلها ويكون رواتبها ممتازة ودوامها كويس وتكون قريب عند أهلك قلت لي زين تكفى أسأل أبوك واتصل علي العصرية وعلمني قال لي زين اليوم إذا جيت وتغديت مع أبوي رح أسأل بموضوعك بإذن الله أنا أبوي يفيدني قال لي زين زين ووفكك الله يقول صدق استلمنا الشهادات وخلصنا كل شيء وأنتظر اتصال عبدالله أبغى أسمع أبوه وش قال له يقول إلا بعد صلاة العصر لا يتصل علي عبدالله يقول ونظره جواله طيط ورد عليه قلت مرحبا هلا عبدالله قال مرحبا كيف حالك أحمد طيب قلت والله الحمد لله بخير قال لي اسمع ترى أبوي يقول إذا هو يبغى وظيفة كويسة خلي يدخل المجال العسكري ورواتبهم تكون ممتازة وإذا يبغى يكون برضه يداوم عند أهله قال خلي يدخل المجال البحري قلت لي زين يعني أقدم على الكلية البحرية هذه اللي تخليني يتعسكر وبعد أطلع فرد من أفراد البحرية قال لي نعم إن أبوي يقول كذا قلت لي زين زين الله يعطيك العافية يقول أحمد وقفل من عبدالله وروح على طول على الجهاز حقي وصير أبحث متى يفتح التقديم حقهم وصار يجمعت الخير ويصادف الحظ إن تقديمهم رح يكون بعد ثلاث أيام وروح أشوف المتطلبات اللي يبغونها لاحظ كل شي يناسبني كل شي كل شي من طول من نسبة من معدل كل شي يناسبني قلت زين زين وجهز وراقي وروح المكتبة واجيب عرفتوا الملفات الخضر هذه القديمة وحط فيها شهاداتي وحط فيها كل شي يقول أنتظر بس لحظة التقديم بعد مرور اليوم الأول اليوم الثاني في اليوم الثالث جاء اليوم الموعود اللي راح أقدم فيه على الكلية البحرية هذه راح تكون فترة الدورة حقتهم ست شهور صدق وأخذ وراقي وأخذ كل شي خص التقديم على الوظيفة وروح وأقدم على الكلية البحرية هذه يقول الآن أنا قدمت ولكن المقبولين وين تطلع أسمائهم يقول تطلع على الجريدة كذا في كل يوم يطلعون لنا دفعة أسماء نشوف عدد المقبولين اللي يجون يسوون مقابلات شخصية والاختبارات الطبية داخل الكلية هذه يقول في أول يوم حرفيا في نزول الجريدة ونزول الأخبار الناس المقبولين في الكلية البحرية يقول وناظر إلا اسمي بينهم وروح أقول لأبوي وأقول لأمي والكل استعنس الآن راح أروح لهم يسوون لي اللي هي الكشفات الطبية ويشوفون هل أنا لائق صحيا وبدنيا عشان يدخلوني لكلية هذه يقول واجهز وضعي واجهز أموري لين اليوم اللي يبدأ فيه الكشوفات يقولوا في ذاك اليوم قلت ميد أبوي ايش رايكة يبت وديني اروح للكلية بدخل عندهم ساعة ساعة ونص بإذن الله أنا مخلص تهلي أبوي أبد ما في مشكلة بكرة الصبح بإذن الله أول ما تصحى أنا تحصلني عند الباب صديقة جماعة الخير يقول أحمد ونمت وصحيت في اليوم الثاني إلا أبوي ينتظرني بروح الآن للكشف الطبي عشان يتأكدون من كل شيء واركب مع أبوي وأبوي قاعد ينصحني يقول اسمع ترى الشيء اللي عند دخلته شيء مهم ولازم تكون أنت كويس بين دفعتك ولازم تتميز بينهم يقول كان أبوي ينصح نصيحة كل أب لولده وأنا كنت مستمع له استماع جيد ولا أبغى أفشي الأبوي حرفياً في هذه الكلية صديق وصلنا عند باب الكلية قال لي أبوي يدخل وأدخل عندهم يقول وارو عند الأول وش اسمك ويأخذ اسمي يفحصون النظر ويفحصون كل شيء فيه جسمي قالوا لي خلاص رح هناك وهذاك رح يعطيك ورقة الموافقة صدق يوم أروح لأنه قال لي أنت لايق بدنياً وكل شيء يطرق ويوقع يقول واطلع مستانس لأبوي يقول طبعا الورقة اللي وقع عليها فيها موعد تحضيري للكلية هذه وكان موعدي بعد ثلاث أسابيع يقول واطلع فرحان لأبوي يا باب الشرق يا باب وافتح الباب واركب معاه وأبوي مستانس وأحب على راسه ونروح للبيت وأقول كل اللي في البيت أني أنا طرنقبلت في البحرية وبإذن الله الدورة رح تكون بعد ثلاث أسابيع من الآن يقول المهم جهزت وضعي وهيأت نفسي وصرت أجلس مع هالي واجد عشان يطفشون مني وبعد ثلاث أسابيع أروح للكلية هذه يقول والله صدق خلصت الثلاث أسابيع وجاء موعد التحضير للكلية يقول وأبدأ أدخل معهم في الدورات العسكرية والتدريبات البحرية يقول صاروا يعلمونا ويتكلمون والضباط يقولنا أحداث صارت قبل صاروا يدربونا بشكل احترافي يقول والناس الموجدين ناس كفاءة يعني لما يقول لك أحد المعلومات فاعرف إنه قاعد ينتقي لك أفضل المعلومات اللي راح تفيدك في هذا المجال يقول وأستمر معهم الأسبوع الأول ويمر الشعر الثاني والشعر الثالث يقول جت لحظة التخرج ويقول في أحداث صارت جوه الكلية هذه ولكن الأحداث هذه مو أحداث مهمة يقول الأحداث المهمة كلها صارت بعد التخرج من البحرية يقول أحمد وتجي لحظة التخرج ونتخرج من كليتنا يقول واستانسنا وحددون الأماكن اللي راح نداوم فيها يقول الزين في الموضوع إنهنا أصلا ساكنين على منطقة بحرية في يعني ما راح أبعد عن دوامي إلا ممكن ساعة ساعة ونص يقول هذا أقصد توقعات وأسوأ توقعات وأفضل التوقعات راح أداوم قريب من عند بيتنا يقول المهم حددون المكان اللي راح أداوم فيه ويبعد عني ما يقارب ساعة وشوي واخذ عفشي واخذ أغراضي وجهز مكاني هناك اللي راح أداوم فيه والسكن اللي راح أنام فيه في لحظة الراحة وطبعا كلما انتهى الدوام أو صار فيه إجازة في الأسبوع أرجع الأهلي أريع عنده يقول استمريت في السلك العسكري البحري حرفية ما يقارب ثمانة شهور وكلما عطوني الراتب أخذ منه النص وعطي أهلي يقول واشوف الفرحة في وجيه أمي وأبوي يقول هذا الشي حرفية اللي يصبرني أني أنا أشتغل بدون كلل أو ملل يقول في ذاك اليوم كنت خلاص مجهز سيارتي برجع الأهلي في نهاية الأسبوع يقول وامسك ذاك الطريق حرفيا وأنا فيني النوم كنت تعبان ولكن قلت ماني بمرير خلني أروح البيتنا واريح كلها ساعة وبوصل بإذن الله للبيت ولكن صار اللي ما كان في الحسبان يقول على الطريق وأنا قاعدة سوق نعست شوي وكذا أنعس وأقوم كذا منخرش وحاول أواصل لين أوصل بيتنا قبل ما أوصل البيت يمكن بـ 22-25 دقيقة يقول نمت في السيارة يوم فتحت عيوني إلا أحصل نفسي منقلب والسيارة على جنبها ويدي ما أقدر حركها يقول فجأة يجوا الناس يحركون السيارة ويطلعوني يقول وأنا أخمض وأفتح يقول يوم شفت يدي ما أقدر حركها وأحس فيها بوجع قوي مرة انغم علي يا جماعة الخير ما عاد أدري ويش صار انغم علي لين جاء الإسعاف وخذاني وروحت للمستشفى وفتحت في المستشفى إلا أحصل أمي وأبوي وإخواني كلهم موجودين عسى ما أشرها أمورك زينة وكل شيء زين إن شاء الله ولكن فيه كسر في يدك وفيه كسر بسيط في الجمجمة وفيه كسر بسيط في الحوض يقول ضاق صدري ما أدري وش أسوي ما أدري وش أقول ولكن أقول الحمد لله على المكتوب يقول يستمر يوم الأول في المستشفى ليوم الثاني ليوم الثالث وأنا والله العظيم ماني مرتاح للوضع وعلى الشي اللي صار ولكن أقول قضاء الله وقدر يقول أحمد بعد مرور ستة أيام المستشفى أكتب لي ورقا أني أنصرف من المستشفى ولكن أنتبه للكسور اللي عندي ورح تستمر هذه الكسور ما يقارب أربع وخمسة شهور ليني يخف الكسر العنيد اللي موجود في الحوض قلت في هذه الحالة لازم أتوجه إلى دوامي وأخبرهم بالشي ذا وأعلمهم أني أنا معرض لإصابة ولازم أرتاح وأوراقي كلها عندي يقول على طول مباشرة رفعت جوالي وطيطيطيطيط واتصل على المدير حقي السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا بوفلان طيب إن شاء الله قال لي الحمد لله بخير وينك مختفي لك ما يقارب أسبوع قلت لي والله يا بوفلان أني أنا تعرضت الحادث بعد ما طلعت من عندكم وقدر الله ما شاء أفعل قال لي مورك زينة الآن قال لا والله أموري مو بزينة وأحتاج من ستة شهور إلى سبع شهور عشان أرجع لحالتي الطبيعية وبإذن الله خير قال لي مدير دوامي زين زين قلت له رح أرفع لك الآن الأوراق حقة الإصابة وكل شيء وأتمنى أنك ترفعها للرئاسة العامة اللي هم المدرة لفوق وفوق فوق مديري عشان يقبلون هذه الإجازة وإن شاء الله بعد ستة وسبع شهور رح أرجع لكم قال لي زين يقول أحمد وأرسل للأوراق وأرسل له كل شيء يقول خلاص وريحت في بيتنا وصرت متأقلم على الحالة اللي أنا فيها يقول ولكن في مشكلة أني ما أقدر أمشي بإنسيابية شوي وحركتي متعرق إلى شوي ولكن توقعت أن بعد العلاج الطبيعي رح يرجع كل شيء إلى ما كان يقول يستمر شهر الأول والشهر الثاني وأفك الجبيرة وأفك بعض الأشياء وتخف بعض الجروح يقول طارت الستة شهور هذه بلمح البصر ولكن يا جمعة الخير ما أنا قاعد أرجع الحياتي الطبيعية وما أنا قادر أمشي بشكل كويس هنا جاني تخوفه شوي يقول للمهم وأروح الدوامي وأبغى أكلمهم يقول أهو ما دخلت عليهم إلا في واحد عند البوابة والشخص ذلك جديد أصلا ما قلت شفته لأنه ستة شهور وعمر طويل مرة نظر فيني كذا قال لي وش عندك وش تبغى قلت لأبغى أوصل الفلان الفلاني قال ليه من أنت يقول قلت لأ أنا عسكري معكم ولكن خدتي جاهزة بسبب الإصابة قال لي أبد حياك الله ويقوم ويدخلني لين جوا يقول إلا أقابل الرئيس حقي ويشوفني ويسلم علي وكيف حالكم ورقزينا الحمد لله بخير قلت لأ أبشرك بخير قال ليه اسمع يا أحمد أنا واللهي ما أقدر أكذب عليك ولا أقدر ألف ودور عليك ولكن اللي تبيلنا أنك أنت ما تقدر تكمل معنا يقول ورفعنا اسمك للتقاعد عشان تتقاعد وننتظر منك توقيعك قلت لأ شلون يا أبو فلان قال ما تقدر ما تقدر ما تقدر ما تقدر بالحالة اللي أنت فيها ما تقدر تكمل معنا يقول والله زعلت على نفسي ولكن كنت أقول إن شاء الله أن الموضوع فيه خيرة قل واخذ على ورقة التقاعد ووقع عليها وقتها دع الله يعطيك العافية ويطلع من عندهم مكسور وتعبان وزعلان قال اسمعي أحمد تحتاج من شهرين إلى أربع شهور وبإذن الله سترجع أفضل من أول قلت لأ متأكد قالي نعم متأكد يقول أحمد بديت عالج مع هذا الدكتور يقول الشهر الأول الشهر الثاني وقاعد أحصل تحسنات يعني ممتازة وبعد يحس وضعي قاعد يرجع مثل قبل وصديق يا جماعة الخير بعد أربع شهور حالتي الجسدية تعافيت بشكل كامل ولله الحمد وكأن ما فيني شيء يقول لكن فيه بعض الشقوق كذا في وجهي وفيه كذا حوالي شق تحت عيني يقول هذه كلها جت من الحادث ولكن ما تعيق حركتي ولا تعيق أي شيء فيني يقول بعد الأربع شهور قلت لأبوي ترى وموري زينة كان لي خلاص أطلع أبحث لك عن وظائف تمشي فيها وضعك وصرت يا جماعة الخير أبحث عن هذه الوظائف يقول أكثر شيء تعبني حرفيا البحث عن الوظيفة يقول حطي الأوراق وحط الشهادات والصفي وروح ذا المكان وهذا المكان وهذا المكان يقول ما حصلت ولا وظيفة تقبلني يقول لأبوي في يوم من الأيام جاني وقال لي اسمع يا أحمد ترى المركز التجاري اللي عندنا يطلبون حراس أمن وش راك تتوظف معهم بدل قعدتك هذه قلت يبقى حارس أمن والله ما أقدر ومشلون يبقى حارس أمن أحس يعني موضوع صعب علي يقول أنا كنت في البداية ما أحب الشغلة هذه وماني مرتاح له ولا أبغى أحد يشوفني وأنا حارس أمن بيقولون هذا من عسكري لحارس أمن سبحان الله وسبحان مغير الأحوال يقول وأضغط على نفسي واقتنعت انصدق أن هذه الوظيفة ما فيها شيء ولا تستنقص من الرجال ولا تنزل مننا يقول واشتغلت في هذه الوظيفة يقول ورحت وقدمت على هذه الوظيفة رحت المقابلة الشخصية وقابلوني وكل شيء وقالوا خلاص راح أتداوم معنا وعطوني مبلغ والمبلغ هذا والله بسيط مو نفس المبلغ اليوم كنت أستلمى وأنا عسكري ما يجي ولا 25% من الراتب القديم بس قلت وش أسوي والأمر بيد الله وصورت أشتغل معهم في حراسة الأمن هذه يقول مرة يضعوني مين مرة يضعوني على ذا البوابة وعلى ذا البوابة الشيء اللي كنت متخوف مننا صار يقول تمر الأيام وأقابل ناس يقربوني والناس اللي يقربوني يعرفوني على طول من وجهي وش حند كنت وليه حارس أمن وصار عليك ويقول والسالفة حرفيا صارت تاكل معاي وتشرب يقول وأنا كنت أصلا ما أنا مهتم الكلامهم يقول بعد مرور ممكن ما يقارب أربع أو خمس سنوات في هذه الوظيفة وعمري وصل لستة وعشرين أو سبع وعشرين سنة يقول كبرت شوي وأنا على هذه الوظيفة يقول في يوم الأيام قابلت واحد يقرب لي في نفس السوق هذا يقول وتمنيت أني ما قابلته قال لي كلام كأنه ساطرني كف يقول أول ما شافني هلأ والله أحمد كيف حالك طيب قال لي أحمد وش الوظيفة ذا اللي انت متوظفها قلت والله حارس أمن مثل ما انت تشوف والحمد لله يعني قال لي اسمع يا أحمد انت الحين عمرك سبع وشرين هذا العمر عمر الزواج والله ما حد يزوج كنت على هذه الوظيفة فبحث لك عن شي ينزين ولا أدرس وسن عموره يقول يوم قال لي هذه الكلمة قلت صدق أنا شهادتي مو عالية يقول وثابت على وضعي من فترة طويلة خمسة وست سنوات في هذه الوظيفة حرفيا عمر ولا طورت نفسي ولا سويت أي شيء يقول كلامة كلفيني وشرف يوم رجعت للبيت وقلت السالفة لأبوي وقال لي والله سوي لي تبغى يحمد صرت أبحث في الوظائف اللي ينززونها بشكل أسبوعي ذاك اليوم كانوا فاتحين اللي هم التفتيش بين الدول اللي يسمونهم عندنا الجمارك عرفتهم اللي يفتشون الناس ويعرفون الناس اللي يمرون ولهم دور رئيسي برضو لحماية الدولة يتي هو ولد هذولي بيوظفوني وظيفتهم برضو أمنية وأنا عندي في الأمن يعني خبرة يعني بسيطة ما تقارن بخبرتهم أهم يقول ناظر متطلبات وشي اللي يبغونها والعمر اللي حاطينه يقولوا لاحظت أنها تنطبق علي بالضبط قلت ليه ما أقدم عليهم وحاول أنظم لوظيفة الجمارك هذه طبعا جمعان تخير خلني أبيين لكم شوي وشي وسامة وظيفة الجمارك شفتوا إحنا اللي مثلا موجودين في السعودية أو في الخليج أو في الدول العربية إذا طلعت من دولتك بتروح دولة ثانية صح تمر على مناطق كثيرة في منطقة يكون فيها منطقة التفتيش ودائما منطقة التفتيش هذه تحصل فيه رجال واقفين يفتشون السيارات وبعض الأحيان يكون معهم كلاب أحيانا فيه كاميرات تفتش من بعيد وفيه نفس الأسلوب هذا شفتوا هذول اللي واقفين يفتشون هذول يسمونهم موظفين الجمارك اللي هم يسوون عملية بحث عن الأشياء الممنوعة اللي تمر بين الدول عشان يطرحونها خنكمل يقول أحمد والله وخط أوراقي وقدمت عليهم ما أتجا ولا ثلاثة أيام إلا رسلي لي الرسالة أحمد وقابلتك الشخصية قريبا يقول قالوا لي جهز وضعك ووراقك بحطين لبعض المتطلبات اللي يبغونها كيف زين زين والله في ذاك اليوم اللبس الزين وأطلع للمقابلة هذه يقولوا يقابلني رجال مرحب ومسألة كيف حالك يقول خذها وعطها معاي قلت له أصلا أنا كنت عسكري وأعرف للمور هذه بشكل كبير فتعلمت من العسكرية أشياء كثيرة ولكن كنت عسكري بحري يا اللي زين شي مرة جميل وهذا الشي رح يساعدك أن كنت تتوظف ولكن ترى قبل ما تتوظف رح تكون فيه دورة ويقول من ثلاثة شهور إلى ستة شهور يعطونك دورة يأسسونك فيها من الصفر ويعلمونك كل الأشياء المخصصة للبحث والتحريد داخل الجمارك قلت له زين زين هو سؤلف معاه ويأخذ ويعطي معاي قال لي يسمع أنت يا أحمد أتوقع أنك إنسان كويس يقول وأتوقع إحنا نحتاجك ونحتاج الناس اللي مثلك فاطلع الآن عند الموظف إبراهيم وخليه يوقع لو رقتك أنه تم الموافقة عليك قلت له متأكد أنت قالين عن متأكد يقول طبعا أنا ما سألت عن راتب ولا سألت عن شيء بس الوظيفة هذه أحسن ووظيفتي لقبله بواجد يقول واطلع لين الموظف إبراهيم وعطيه أوراقي وقعد أسولف معاه قلت له يا يم عليش يعني وش الخطة الآن وش راح يصير قال اسمع إحنا أول ما علينا الراتب ترى الراتب هنا ممتازة 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 مرة ولكن حاولت شد حيلك والدورة بإذن الله رح تبدأ من الآن بعد أسبوعين جهز لها ويضبط أمورك وعد وضعك يقول والله واطلع من عندهم استانس وروح أقول الخبر هذا الأمي وأبوي وأخواني ويستانسون معاي بخصوص هذا الخبر وأصير أستعد للدورة حقتي وصدق وجاذك اليوم وروحت معهم هذه الدورة وصاروا يعلموني حرفيا أنواع وأشكال من الحراسات الأمنية اللي تكون في الجمارك يعني أشياء غريبة غريبة مرة ما توقعت أن فيه ابن آدم يسوي هذه الأشياء وخلصت فترة التدريب وجاء الوقت اللي يحطوني في المكان اللي أدوم فيه وأنتظر اللي يوم أشوف اسمي اللي هم حطيني في منطقة تبعد عني ما يقارب 9 ساعات 10 ساعات بالسيارة منطقة بعيدة مرة 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 والمنطقة هذه منطقة برية ولكن قلت الشكو على الله هذا الرزقي لازم أروح معاه قلوا أروح أخبر أبوي وأهلي كلهم أني أنا راح أنتقل من عندكم وراح يعيش في المنطقة الثانية وأدوم هناك وبإذن الله كل شهر بحاول أخذ لي إجازة نهاية الأسبوع يقول طبعا تعرفون في كل عائلة أي ولد راح يروح من عندهم أو ما عد راح يرجع ينام عندهم في البيت يكون فيها موضوع درامي شوي اللي يبكي واللي يصيح كأني حرفيا رايح ولا عد أني راجع وما أدري وش الشعور هذا اللي قاعدين يفكرون فيه يقول المهم حددوا الوقت اللي راح يبدأ دوامي هناك وحددوا منه رئيسي ومنه الشخص المسؤول عني يقول والله وأشغل السيارة وأطلع للمنطقة هذه بالسيارة لين وصلت البوابة حقتهم وتنفتح البوابة اللي يقابلني حارس الأمن سلام عليكم عليكم السلام قال لي شي اسمك قلت أحمد يقول لي يطلع كشف ويقلب يقلب قال لي يا أحمد نعم مكانك هنا في القطعة رقم 6 ادخل على مبنى الإدارة وخبرهم منك وصلت قلت لزينا الله يعطيك ألف عافية يقول واتجه للمنطقة اللي يحددها لي حارس الأمن يقول لمهم أدخل وقابل رئيسي يقول رئيسي كان إنسان والله العظيم عسل يقول مرحبا هلا والله أحمد كيف حالك طيب اسمع يا أحمد هذا المكان اللي راح ندوم فيه وصار يعلمني يقول فيه ناس يجون من هنا وفيه ناس يجون من هنا وانا النقطة المشتركة بينهم وقال أتوقع أنك تعلمت كل شي من التدريبات اللي قبل قال ولكن التجربة العملية فهم قسموا اسمك مع شخص اسمه خالد يقول هذا خالد شخص ممتاز وتقييماته مرة عالية فاشتغل معاه وزاول معاه المهنة بإذن الله أنك تستفيد من خبرته قلت لزين زين وقال لي شي الثاني يا أحمد ترى المنطقة السكنية حقتك تبعد من هنا ما يقارب ست دقائي اف كل شي قريب لكم وهيألك فاطلع الآن جهز غرفتك وجهز أغراضك عشان تبدأ بكرة أول دوام لك قلت له يعني اليوم ما في دوام قال لا اليوم إجازة مني لك ريح وأسس وضعك وإن شاء الله نمورك تزيد والله صدق وخدت نفسي وطلعت من المكتب حقهم ورحت لين السكن حقي وضبط وضعي وضبطت الغرفة حقتي وكانت أحلى ما يكون وبديت أرتاح للمكان وارتاح للناس اللي حولي يقول لأن أول ما قابلوني قابلوني بابتسامة ولطف يقول نمت وصحيت وجه اليوم الثاني اللي راح أروح له للدوام صدق وألبس لبسي وزيي لموحدين لنا إحنا موظفين الجمارك وأنزل منطقة الميدان حقتهم اللي تمر فيها السيارات ونمشيها والسيار اللي تجي عليها بلاغ نفتشها وعلى هذه الحالة يقول لهم وصلت هناك وحصل خويي أو زميلي لإسمه خالد قل أول ما شافني سلم عليه بحرارة كأني أعرف من سنين كثيرة مرة مرحبا لأحمد شرفتنا يا مرحبا ومسهلة قلت أهلين يا خالد كيف حالك طيب إن شاء الله أمورك زينة قال الحمد لله بخير قال شد حيلك المنطقة اللي إحنا الآن فيها ترى نقطة مهمة ولازم نفتش أي شيء يمر من عندنا وإنت به تتهاول قلت لأبشر وما يصير خاطرك لطيب طبعا خالد ترى ما هو رئيسي له زميلي في نفس الرتبة حقتي ولكننا أقدم في الميدان ويعرف يتعامل بشكل كويس يقول إحنا نواقفين وتمر من عندنا السيارات وهو هنا وأنا أبعد عنه بمسافة سيارة يعني إذا مرت السيارة تمر من عندي وتمر من عندها وفيه سيارات تمر من الجهة اليسار وفيه سيارات تمر من الجهة اليمين يقول وراقب خالد وحاول أركز عليه أبغى أعرف ليه هو مميز ودائما الناس تثني عليه وليه رئيسي يثني عليه فأنا ودي أوصل للمرحلة اللي فيها خالد من الثنى يقول لشوي وإحنا نمشي السيارات إلا فيه سيارة في مسار خاص هذاك المسار في اي بي يقول تمر السيارة وليه قاعدين يفتشونها ما هم قاعدين يطولون في التفتيش يقول أما إحنا نقول لا وقف هنا وناظر ونكشف ونشوف ونناظر وجه الرجال ونعرف البديلانجوج حقها أو شكلها كيف قاعد يوحيلنا هل هو مجرم أو لا يقول وصدق فيه مجرمين يتم القبض عليهم حرفيا من شكلهم وصدق في الأخير يبان أنهم مجرمين يقول صرنا نفتش إلا فيه واحد مر من عندي وأنا ما رتحت لحرفية وقلت لأوقف على جم يقول واصير أفتش وأدور وأدور ما حصلت معا شيء قلت لأفتح الشنطة ويفتح الشنطة برضو ما حصلت شيء قلت شكل شكي مو في محله خلني مشي أتوقع الرجال مسالم يقول ولكن هذه وظيفتي فلازم أسويها على تموج وصدق أجمعات الخير وممشي ويطلع من عندي يقول بعد ممكن مرور خمسة أيام من العمل يقول إحنا معنا أجهزة ندا يندوننا بأحيان اللي هم الرؤسالي موجودين جوا قالوا لنا إن فيه سيارة ادخلت أكثر من مرة خلال أسبوع يعني طالعة من دولتنا رايحة للدولة الثانية وراجعة في أسبوع واحد طلعت ما يقارب أربع مرات وهذا الشي قاعد يثير شكها لنا يقول لازم نفتش بشكل كويس ما ندري ممكن يكون معاه مواد ممنوعة بما أن أربع مرات خلال سبع أيام دخل ورجع دخل ورجع فأكيدا هذا الشي يثير الشبهة يقول في ناس ينظموا المسارات وراء فحطوا الرجال هذا بين مساري وبين مسار خالد يعني إذا مر من عندنا من النص أنا أشوفه وخالد يشوفه يقولوا الرجال كان بعمر ممكن الستة وعشرين أو الخمسة وعشرين يقولوا ولكن اللي يباين إنه أصغر مني يقول يوم مر من عندي اللي أوقفها خالد قال وقف على جنبه الحين راح نجيك شوي قال خالد من أخويا غطوا المكان شوي وبجيكم قال لي أحمد تعال معي وأطلع أنا وخالد ونمشي لين هذه السيارة يقول السيارة الآن تبعد عنه ما يقارب عشرة متر خمسة عشر متر لف علي خالد وقال لي اسمع أحمد بات شازين مرورة هذا غير مطمن وقاعد يمر بشكل كبير ممكن معاه مواد ممنوعة ممكن معاه مواد خطيرة ما في شخص راح يروح ويرجع في الوقت الوجيز هذا يقول المدينة المشكلة ما هي قريبة من عندنا المدينة اللي في دولتنا اللي يروح ويجي يعني لو إنها قريبة مثلاً خمسة كيلو ستة كيلو بقول أنا عادي ممكن راح الدولة الثانية بيشتري أغراضه بيرجع ولكن تبعد ثلاثمية أربعمية كيلو فهذا الشي يثير الشبهة قال لي خلك مركز يا أحمد يقول روح عنده اللي يروح عنده خالد وقال لي أنزل من السيارة وينزل من السيارة قال لي أحمد فتش معاي يقول صرنا نفتش نفتش ما حصلنا شي يقول وندور في المراتب ندور في المراتب برضو ما حصلنا شي يقول شوي خالد قال لي افتح الشنطة يقول لي يفتح الشنطة ومفكك الديكور عرفتولي داخل الشنطة اليمين يسار يقول لي مفككها برضو ما لقينه شي لنا هذا أكيد عنده بلا مستحيل يقول هو يا جبعة الخير سيارته عرفتول كفر الاحتياطي أو الاستبنة ما يكون في الشنطة يكون من وراء من تحت سيارتها من نوع اللي هي لوف رود أو السيارات الجيوب هذي يقول قلت الخالد اسمعي خالد أتوقع أنه مغبي كل شي في الاستبنة اللي وراء قال والله ممكن ولكن أنا قلت الاستبنة راح أفتشها في الأخير يلا لا في الاستبنة أكيد قلنا لا ما عليش وين العصة حق الاستبنة تحن الباب اللي وراء يقول في حديدة كذا ندخلها بعدين شوك 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 لين تنزل الاستبنة تحت وتوقع حقين سيارات البيك أب يعرفون هذا النوع أنه يفتح الصندوق ويدخل نفس الحديدة ويقعد يهندل فيها يهندل فيها لين ينزل الكفر يقول نزل الكفر ولكن ما في شي يعني جوه الجنط ولكن أنا لحد الآن عقلي يقول السيارة هذي فيها بلى ما أدري وش الحس الأمني ليرتفع كذا فجأة قلت من خالد اسمع قلت من خالد اسمع توقع أنه مغبي المواد الممنوعة جوه الكفر نفسه يعني مغلف المواد بلاستيكية وحطها على الكفر من جوه ويدخل الكفر وينفق هوا يصير موهباين شي قال لي طيب اطلع جب الكلاب الآن الكلاب هذي مخصصة للحراسة بعلمكم كيف مخصصة وكيف قاعدة تكشف المواد الممنوعة هي نفسها مدمنة لازم تاكل هذه المادة عشان ترتاح يعني الكلب هذا المخصص الحراسة يكون كلب متعاطي ايه نعم كلب متعاطي بشكل كبير وتعرفون حاسة الشم عند الكلب قوية مرة قال لي يا أحمد انطلق جب الكلاب حقة الحراسة خلها تكشف وش اللي جوه الكفر يتلزين يقولوا انطلق من عندها هركض ويروح لين المستودع اللي فيه مدرب الكلاب معا ليش نبغى تجيب لنا أحد الكلاب الجاهزة عندك الآن نبغى نفحص سيارة شاكين فيها قال لي بشير يقول لا يطلع معاي ومعاه كلب والكلب قاعد يركض يقول يركض 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 لين ووصل عندي السيارة وصير يشم يشم الكلب ويدخل جوه السيارة ويبحث فيها شوي يوم جاء عند الكفر صار ينابح وصار قاعد يلحز في الكفر عرفت ان جوه الكفر فيه شيء وفيه مواد ممنوعة يقول قام مدرب الكلاب ما ادريوش عطى الكلب هذا وسكته عطاه زي الأكل كده ورتاح الكلب وروح يقول قلنا له اوقف على جنب خذنا أوراقه وطفينا السيارة واتصلنا على الأمن الأمن قربين لأمنة أمن موظفينه من الحكومة وقلنا له احجزوا السيارة شوي خلوا الرجال هذا ينتظر في الاستراحة لين يجي قلنا له ادخل الاستراحة تفضل جوه يقول ويدخل هذا الرجال صاحب السيارة جوه شو ينظر فيني خالد كان لي احمد والله انكم صح صح كافوا عليك هذا اللي أبغاه أبغى الشخص اللي يكون معاي يكون نفسك أتوقع صدقت جوه الكفر فيه مخدرات يقول صدقوا جيبوني السكينة وشخ ويشقوني الكفر اللي يحصوني جماعة الخير مواد ممنوعة جوه الكفر ننظر فيني خالد قال لي ما شاء الله عليكم صح صح يا أحمد يقول رفع بلاغ على اللي جوه قالوا احبسوا الرجال الرجال يحمل مواد ممنوعة واتصلوا على المكافحة خلهم يجوني الآن صدق يا جماعة الخير ما قعدنا ولا ممكن ساعة ساعة وربع إلا عساكر مكافحة المخدرات موجودين يلقون القبض عليه ويأخذون الكمية اللي معاه ويسجلون معلوماته ويسجلون كل شيء ويودونه للحبس ولكن الموضوع موقف عنده هنا يقولوا ممخذوا الرجال هذا ووديوه للحبس قلت فس انتهينا من مهمته يقولوا عرفنا أن هذا الشخص كان بيهرب ممنوعات ويجيبها من الدولة الثانية يقولوا ولكن يشدني يوشه بعد مرور ممكن شهر ونصف شهرين وأنا متوظف في نفس هذه النقطة الرجال نفسه اللي يمسكوه مر من عندي قلت هذا كيف طلع هذا أقل شيء ياخذ حكم ستة شهور سنة وشلوم بعد شهرين طلع يقول يوم جاني نظر فيني كذا ويبتسم وقفت أنا قلت له وقف على جم قال له ويوقف على جم يقولوا أصير أفتش السيارة وما كان في ذاك اليوم مع أي خالد قلت له ما عليش يعني أنه مسكينك مر الفاتت كيف طلعت قال اسمح أنا السالفة اللي صارت لي سالفة طويلة أنا أصلا كل يوم أروح وأرجع لإني أدرس في أحد الجامعات اللي عندهم عشان كذا أروح وأرجع يوم وظفي المخدرات ابحثوا حصلوا فيه شخص مواهقني ومغبي المخدرات هذه في الاستبنة وكل ما وقفت في الجامعة يجي ينزل الاستبنة ويعبيها ويخليني أنقلها معاي وأنا ما أدري يقولوا يعني أنت مواهقينك قال إي نعم كانوا مواهقيني ولكن ما أدري منهم ولكن الحمد لله أن الضابط كان متفهم وربي ستر عليه هنا عرفت أن في مجريات مختلفة داخل منطقة العمل حقتي ممكن تشوف مجرم ولكن بالأساس ما هو مجرم وممكن تشوف شخص ما هو مجرم وبالأساس يطلع أكبر المجرمين اللي موجودين في البلد حسيت أني ظلمت الرجال قلت له والله ما عليش وأعتذر منك ولكن ذي كل مرة أن جيتنا ومعاك مواد ممنوعة فلي علي أنا سويته وأتمنى الموضوع هذا ما يجيب خاطر قال لا بالعكس هذا حقك وهذا عملك اللي أنت قاعد تسوي يقول أن تفتش السيارة كذا بشكل سريع ويمر من عندي يقول ولكن لحد الآن أنا قاعد أفكر أقول يعني لهذه الدرجة وصلوا المهربين أنهم يهربوا الأشياء بدون ما يخفون على الشخص نفسه أو يضرون إنسان مسلم يقول أحمد ومرت الأيام يقول بعد مزاولتي في هذه المهنة ما يقارب سبع شهور وظفوني يا جمعة الخير في الخط اللي يكون فيه الفي آي بي اللي يمرون فيه كبار الشخصيات لأني حسيت أني متمرس وأعرف الشيء من بدايته يقول الموم خلوني في اللاين حق الفي آي بي شغال هذا يا جمعة الخير دائما اللي مر من عنده دائما يكونون يا كبار شخصيات يا ناس عندهم بشغلة في البلد يقول شغلوني في ذاك اللاين يقول كنت ما أتعب مر السيارات أفتشها تفتيش بسيطة أفتح الشنطة أمشي يقول ولكن في يوم من الأيام مر عليه شخص غريب وكانت سيارتها مظلة له ما أشوف فيها أحد جوه يقول وقفتها قلت له ما عليش نزل قزازة يقول وينزل قزازة إلا الرجال العيونة رايحة فيها عرفت أن الرجال هذا متعاطي وفيه بلع يقول قلت له انزل يقول له يناظر فيني كذا باستكبار قال لي من أنت عشان تنزلني يتلى معاك موظف حكومي ينزل الله ليهينك خلني خلص عملي بكامل وجه انزل وانت نأمن الناس اللي طاحت عليها العين انزل لو سمحت يقول صار يرمي عليه كلمات والكلمات هذه بذيئة وفيها ستنقاص ما بقلنت من أنت عشان تنزلني ما بقل بزر مذلك يعلمني كذا هذا وضع غريب يتلى معليش حقك عليه بس انزل وفتش سيارتك وبعده تمشي قال لا ماني بنازل يتلى مو بكيفك انت نازل نازل يقول ناظر فيني كذا وقال انت شكلك عنيت ولكن ذا المرة بنزل عشانك قلت له إذا ما نزلت بطيب نزلتك بالغصب انزلها فضل يقول ناظر فيني كذا وفتح الباب ونزل قال أنا قاعدة ناظر فيه ومستغرب يقول وفتش في السيارة وافتح الدرج يعني ما تعبت نهائيا ما تعبت يقول وافتح الدرج وحص المواد ممنوعة في الدرج يقول واسحب جهاز الندع حقي ترت حذروا عندي في شخص معه مواد ممنوعة في ناس اطلعوا من عند البوابة كانوا أربع أشخاص اللي هم أخوياي ولكن ما جاني إلا شخص واحد يقول أنا كنت قاعد في مرتبة السواق يقول فتح عليه الباب قال لي اسمه أحمد مشى مشى قلت كيف أمشيه قال مشى يا رجال والله ذاه موضوع صعب مشى قلت لا والله إني ما خليه يمشي لو يموت ولو يصير ليصير والله ما خليه يمشي قال يا أحمد والله بتعاني معاه مشى هذا رجال حرضيا عليه الكلام مشى لا تخسر وظيفك أظرت في خوية قلت يعني أنت قاعد تهددني ولا شلون قال لا بس أنا أنصحك مشى لا تكبر سالفة يقول نظرت فيه قلت قاسم بالله العظيم أنه ما يمشي حتى لو على فصلي وأعلى ما عندكم جيبوه قال لي والله بكيفك بس أنا ترى نبهتك يقول ينزل ويدخل جوه قل للرجال نظر بيني كذا ويضحك قال ليه فتش فتش ترى حتى الشنطة بعد فيها قلت هذا ولا هذا مو بطبيعي قلت والله ما يمشي وأقفل الباب قلت هذا والله العظيم ما يمشي قلت لا رح انتظرني في قسم الاستراحة لين أجيك قال يا رجال والله بمشي لا تتعي بنفسك فأدخل الحين بعود أطلع وكأن لم تكن قلت لا الموضوع هذا حرفيا ما رح يمشي يقول يروح الرجال هذا ويدخل استراحه واخذ سيارته ولبقه على اليسار يقول وطفي السيارة حقته وقفل البيبان وأنزل على طول قسم الإدارة وادخل على الرئيس حقي قلت لا أسمع هذا الشخص معاه مواد ممنوعة وهذا اللي يضبطها معاه اللي يضبطها معاه بس يسجنه ستة شهور قلت صلحين على المكافحة خليم يجوني شي لونه شوي اللي المدير حقي نظر فيني كذا قال لي أحمد اطلع شوي بره وبجيك قلت لكيف يلا اطلع بره بس خلك علي مين وبجيك يتطلع بره بره يعني المكتب يلا اطلع بره المبنى في الشارع خلك شوي وبجيك قلت له خلاص ان شاء الله خير مديري ما اقدر اقول لأشي قد يمكن عنده موضوع يقوله صدق يا جبعة خير وأطلع بره انتظر يقول لجاني مديري كذا ويفتح بكة الدخان يولع زقارة ويجي جنبي قال لي اسمع يا احمد هذا الشخص ما نقدر نمسكه لازم تسكت عن موضوع ولا تعلم احد كيف ما نقدر نمسكه الرجال معا مواد ممنوعة قال لا تدخل في الموضوع واطلع منها الرجال هذا عندي وخليه يمشي واتمنى منك ما تكون عنيد قلت له يا فلان هذا معا مواد ممنوعة قال يا احمد عظ على شحمه وسكت خلي الرجال يمشي يقول شوي اللي الرجال يطلع من وراي كذا يقول يطلع مع الباب بناظر فيني كذا قال لي اجل اسمك احمد قال انا مبقى يقول لك اني بطلع قال لي يلا يلا رح تقوى على الضعوف لا تتقوى علي انا يقول حسيت بغبنة خير طبيعية قلت يا اخي شلون كيف وهذا الشخص مستنقصني انا وكلام كان يقطقط علي يا اخي يقطع ام الثقة ومديري الان يقول لي خليه يمشي ويعض على شحمه ولا لك دخل يقول تكهربت شوي ولا مرتحت الموقف مرة مرتحت للموقف كذا هذا مديري الحبيب مش فيها رح ينتغير يقول المهم مش الرجال من قدامي شغل سيارته ومشها وانا نار الله الموقدة جوا صدري امولع نار من فقع لدرجة اني ما قدرت اشتغل تهيه ماعد اقدر اعمل خلوني اليوم باخذ اجازة ما بغا اشتغل قال لي مديري ايه يريح ريح لاتشلام يقول في البداية مديري كان عايدي متساهل بعد ما شافني بهذا الاسلوب وتشددت مع الشخص اللي معاه ممنوعات صار يستقعد لي على الصغيرة والكبيرة يقول حتى لو اتأخر نص ثانية احمد ترك متأخر يسجل لي تأخر وصار يسجل علي تقارير منها زي ومنها اشياء ثانية يقول صار يستقعد لي استقعاد فضيع وانا بيني بينكم ما تحملت الظلم اللي انا فيه يعني قاعد يلفق علي تأخير وتأخيري ما يجي ولا دقيقة وحده حرام انه يسجل تأخير يقول ولكن عاندت الموقف وصرت عاند مديري اجي قبله اطلع اخر واحد ما بغا يصيد علي الزلة يقول يستمر الاسبوعين اللولة اسبوعين الثانية وانا والله العظيم في قلبي نار وطبعا وخروني من اللي هو اللاين او الممر هذا الفي اي بي اللي يتمر من عنده السيارات يقول مرت الايام وجاء في يوم الايام اجتماع والاجتماع هذا فيه رئيس الجمارة كلها الرئيس المسؤول عن النقطة هذه يقول كان جاي ذاك اليوم يقول يشيك على اوضاع وشيك على الامور ويبغى يجتمع بالافراد اللي موجودين هنا يقول اجتمع معنا وصار يسولف ويعلمنا عن بعض المواقف اللي صارت وصار يرشدنا ويحفزنا يقول بعد ما انتهى الاجتماع هذا كله هو يطلع الميدان يتمشى ودائما يتمشى معاه شخص يعلم المرافق وعلم الاماكن الموجودة يقول انا ما ادري وش قردني ورحت للرجال هذا قلت السلام عليكم هلو والله بوفلان كيف حالك طيب انا احمد احد الموظفيين الموجودين هنا وشرفتنا اليوم وهذه الساعة المباركة اللي شفناك فيها ولكن يا بوفلان ابغى اقول لك بعض الكلام اذا تكرم قال لي ليه وش الموضوع يقول والله كلام خاص لو تخلي الشخص اللي جنبك شوي يعني يروح وابغى اكلمك راس براس يقول قال لي خلاص يبشر ثواني بس وبجي يقول صرف الرجال اللي معا وجاني قال وش عندك يقول وقلت له الموضوع اللي صار الاخير وفي شخص مرق مع ممنوعات وصار كذا 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 ناظر فيني كذا وقال لي انت الموظف تشكك بنزاهة الموظفين اللي حاطهم تحتي وتشكك بالمدرة اللي انا مختارهم من انت من انت قل لي من انت عشان توصل لهذه الجرأة انك تقول كلام واتهامات بدون ادلة يقول احمد بيني وبينكم كلامة منطقي انا ما عندي ادلة ولو جاء شخص شاف الموقف من برة رح يشوف اني صد قاعدة بلى مديري قلت له والله يا بوفلان هذا الموضوع كان لي ما اسمحلك انسى انت قاعد تتكلم عن اشياء بدون ادلة رجاءا امسك لسانك ولا تتكلم في اشياء انها صارت هنا تحت مجالي ويلا ارجع لدوامر يقول رحت من عنده وانا مكسور وكنت اعتقد ان هذا الشخص هو املي الوحيد اللي راح يفكني من المدير اللي صار غثيث وبرضه ما ندري كم شخص مشا من هذه النقطة اسكت ولا قلت شي واكبحت هذا الموضوع في قلبي ولكن كنت كل يوم ادعي اقول يا رب فكني من هذا المدير ويا رب ساعدني انا وصلت اقصى مراحلي وصلت المرحلة ان المكان اللي اعمل فيه واللي هو مصدر رزقي ولا اقدر اطلع منه وهو الشي اللي يضايقني بشكل كبير ما يضايقني وبس وصلني المراحل ممكن عادي في يوم من الايام يدخلني في اكتئاب المهم جافي ذا كل يوم ايجازة والاجازة هذه في نهاية الشهر زدتها من عندي كم يوم وشبكتها ورحت يا جماعة الخير للمنطقة اللي ساكنين فيها اهلي ورحت اقابلهم مرحبا ومسهلا هلو والله كيف حالكم طيبين الحمد الله بخير وسلمت على اهلي وقعدت معهم جاء على فترة المغرب اللي يكلمني عبدالله خويه قال لي احمد وينك خلني شوفك اشوفكم مصورني كنت رجعت للمنطقة حقاتنا قلت لأي نعم انا موجود في بيتنا قال واش رايك تطلع معنا الكافي انا وانت وفي واحد من اخوياي جديد قلت لأبد ما عندك مشكلة صدق يا جماعة الخير على فترة المغربية كذا خدت سيارتي واتجهت للكافي اللي هم محددينه وسلم عليهم يا مرحب وما سهله هلو والله احمد هلو عبدالله قلت لأ من خويك هذا قال خويه هذا اسمه عبدالعزيز وهذا الله يسلمك خويه في نفس العمل اللي انا اشتغل فيه قلت لأ والله اتشرفنا فيك يا عبدالعزيز وصرت اشرح له من انا وكيف تعرفت على عبدالله وتعرفون الصوال في هذه اللي تكون في اول لقاء ولكن قال لي عبدالله يا احمد يا اخي وجهك متغير وش فيه قلت لأي والله اني تعبان افا وش فيك سلامات قلت لأي اخي والله العظيم تعبت من مديري في الدوام وسوى شيء والشيء هذا والله اني اقهرني يتخلى على ربك يقول لي شوية عبدالعزيز قال تبغاني اقوم قمت عادي اذا الموضوع موضوع خاص قلت لأ لا خلك خلك اصر علي الا اتكلم تلت لهم السال فهم في واحد جاء وكنت قاعدة فت شو حصلت معاه بعض المخدرات يوم رحت وسلمته اللي مديري طلعه كان يقول لي لا تدخل في الموضوع وخلا يروح ولكن لاحظت مع الايام المديري صار يستقعد لي في كل كبيرة وصغيرة صار يستقعد لي استقعاد مو طبيعي ويدقق في كل شيء وفي يوم من الايام جاء الرئيس حقنا ورحت وقلت لان ترى فيه صارت سالفة كذا 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 وقام تكلم عليه قال انت ما عندك هدلة يقول اللي عبدالعزيز قال لي اسمع موضوعك باذن الله رح ينحل ولا تشيل هم قم وخنطلع من هنا وخننركب السيارة ونسولف بالسيارة عشان ما حد يسمعنا ولا يعرف الكلام اللي قاعدين نتكلم فيه قال لي انت وين المنطقة اللي تدوم فيها قلت له والله المنطقة تبعد ما يقارب 800 أو 900 كيلو من هنا قال لي طييم زين انا بكلملك رجال الان شغال في مكافحة المخدرات وباذن الله انا رح يفيدك قلت له يعني ما رح يسبب لي ضرر اهم شيء قال ما رح يسبب لك ضرر وراح يفيدك باذن الله يقول له والله صدق الرجال يطلع جواله وطيط يطيط يطيط ويتصل على الرجال مرحبا يا فلان كيف حالك طيب ان شاء الله مرحبا هلا عبدالعزيز يقول احمد ليباين انه يعز عبدالعزيز بشكل كبير قال لا امرني وش بغيت قال لان السالفة كذا 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 قال وين المنطقة قال والله المنطقة بعيدة شوي الا خوي عبدالعزيز اللي في الجوال قال شوفه انا والله ما عندي صلاحية اني اوصل منطقة ذيك ولكن رح اسوي لكم تنسيق امني مع احد الموظفين اللي موجدين هناك في مكافحة المخدرات وتتواصلون معه ورح تعلمونه بكل شي راضين اسوي هذا الشي يقول احمد قلت لا اي انا راضي ابد اهم شي توصلني الواحد يحميني ويحلمش كلتي قال ليبشر بشر خذ رقمي الان من عبدالعزيز وباذن الله دامك جاي من طرف عبدالعزيز والله ما قصر معاك والشي هذا ما هو اشي يستحى منه هذا الشي لازم اقدملك فيه خدمة لان الموضوع متعلق في المخدرات قلت لا الله يجزاك خير وابد ان شاء الله انا رح ارجع بعد خمس ايام يقول صدق واخذ رقمه من عبدالعزيز وسجل عندي وسجلت اسمه مكافحة المخدرات وخليتها في الجوان وقعد معهم ونسولف ويمر اليوم الاول واليوم الثاني وجاء يوم الرجع طبعا اذا رجعت هناك وش راح يصير راح اداوم واشغل سيارتي وانطلق الدوامي ووقف في السكن الخاص حقي ونزل اغراضي كلها قمت واتصلت على الرجال وركبت سيارتي وصرت اتمشى بالسيارة وانا قاعد اكلم هذا الرجال وكان يسولف معي قال لي اسمع ياحمد اللي انا راح اعطيك رقم واصل معاه الان انا كلمتلك ابغاك تكلمه وتقول للموضوع قيت لزين طبعا هذا الكلام كله وانا داخل السيارة اي جماعة الخير واخذ الرقم الثاني حق الرجال اللي شغال في نفس المنطقة انا فيها تبع مكافحة المخدرات واخذ رقمه واتصل عليه وهذه الاحداث برضو كلها وانا في السيارة يقول وادق عليه مرحبه ومسهله قال اهلا انحياك الله واش الموضوع واش حاصر وصرت اسرد للموضوع من الالف لليا وانا في السيارة وقاعد امشي يا جماعة الخير لاحطت السيارة اللي مسكتها ذاك اليوم وصارت معاي السالفة هذي كلها واقفة عند احد الناس المسؤولين الموظفين عندنا كيف يا احمد عرفت ان هذا البيت بيت احد مسؤول لانهم يا جماعة الخير يخصصو لهم في اللل مو نفسنا احنا يخصصو لنا نفس الشقق العزابية لاحطت ان السيارة واقفة تحت وانا قاعد اكلم الرجال قتل اسمع قتل شفت الرجال اللي قاعد اتكلم لك عنه من اليوم هذي سيارته قدامي قال وينك فيه قتل انا في نفس السكن حق الجمالك قال لي زين زين تعرف رقم المبنى قتل اعرف رقم المبنى قال طيب جب رقم المبنى وقابلني بعد ساعة في موقع راح ارسله لك قتل خلاص تمام صدق اجماعة الخير ارسلي موقع وبعد ساعة طلعت لهذا الموقع يوم قربت اللي حصلت الموقع هذا محطة بنزين يقول كانت سيارتهم مظللة بالكامل قلوا لي احمد كيف حالك طيب قلت الحمد الله قال ودنا عند البيت اللي شفت فيه السيارة قلوا وديهم ويشوفون السيارة ويسجلون رقم اللوح حقته المهم ونطلع على الطريق العام شوية للرجال اللي قدامي اللي يكلمني قال لي اسمع ياحمد احنا والله ما نعرفك ولكن ما نقدر نتهم اي شخص الا لازم نقبض عليه بالجرم المشهود لازم معاه تكون بضاعة ولازم نثبت عليه كل شيء قلت له طيب اش تبغوني اسوي قال ان ابغاك تسويه قال ابغاك تراقب مديرك في الدوام لين نطلع اسم الشخص صاحب السيارة وابغاك برضو تزودني باسم مديرك في الدوام عشان ممكن يكون بينهم صلة قرابة قلت له زين زين هذا اسم مديري وروح راقب مديري بشكل كبير داخل العمل قال لي اسمع انت بأحد يشك فيه نهائيا ولا تخاف من اي شيء لو صار لك شيء احنا نعرف بالاشياء اللي انت سجلتها لنا ولكن ننتظر الادلة منك يتله بشر بشر وصدق يا جمعة الخير وارجع للدوام في اليوم الثاني وصرت راقب مديري واشوف حركاته وتصرفاته هل هو قد مشى ناس مهربين برضو مع الحدود من هنا او لا وصرت راقب كل صغيرة وكبيرة حولت من موظف جمارك الى موظف في مكافحة المخدرات يقول في نهاية العمل الا يتصل علي الرجال اللي شغال في مكافحة المخدرات مرحب احمد كيف حالك طيب طلعني اسم الشخص اسم الشخص تدين مديرك فيها اذا قدرنا بيكون شي مرة رهيب ولا نقدر نلقي القبض الا لما نتأكد من كل شي يقول وانا في عقلي اقول حين انا وش بسوي مديري هذا وش اللي يثبت عليه انه شخص يمشي الناس ما ادري هم يدفعوا له فلوس او لا يعني هو قاعد ياخذ رشوة في الموضوع ذا او لا صرت ابحث ابحث والله ما لقيت ولا شي مثل ما انتعرفون عندي خوي في العمل اسمه خالد خويي هذا اللي حرفيا دربني على كل شي رحت لذاك اليوم وانا قلت هذا اخر حلي توصلت معاه مرحبا ومسهلا كيف حالك طيب قال الحمدلله بخير وش فيك احمد قلت ابغى قابله لاني انا ما كنت اضمنه وخاف سجله فويسات اول اتصال وصير يسجل المكالمة حقتي قال لي عسى ما شر قلت ابغى قابلك بس مدة 10 دقايق ومشي يا خلاص تعال السكن حقنا ومر في السكن واخذ وركب معاي وقلت لأسمع صارت معاي السالفة كذا 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 قال لي حطك فراسة صح قلت لأ اي نعم حطني فراسة قال الله يعينك ترى بيطلع كبدك وبيرفع ضغطك لين يفصلك متماسك ولا تنفصل قلت لأ موضوع مهينة ابغى شي اثبت عليه عشان اقدر اطالبه قدام الحكومة يقول لناظر بين رجاق انت صاحي قال يا ابوي ذا واصل هذا يعرف كل الناس هذا عنده علاقات في كل مكان تدري قبلك انفصله ما يقارب اربعة عذرت فيه كذا قلت لأ صادق قال والله العظيم انفصله ما يقارب اربعة اشخاص ونفسه لفتك انت بالضب وترى مو اول واحد يمرره ويخليه يمر الحدود ومعه بضاعة لا يا ابوي مرر ناس كثير ولكن احنا ساكتين واذا تكلمنا فصلونا ما ندري شو نسوي فحسلك يا احمد والحل الامثل انك تطلب نقل وتطلع من ذا المنطقة قلت لأ طلب نقل والله ما يخليني يعني هذا يبغى يفصلني يفصلني بيرفع ضغطي لين الاخر ولكن والله العظيم اني راح انشبله وما راح اخليه سالفة ان يخلي شخص مهرب يتكلم عليه يهزئني انا لاني قاعد احمي بلدي ووطني والله ما اخليه يمر شوين اللي اخوي يقول لي اسمع ان اللي عرفناه المديرنا تراه مرتشي تراه مرتشي بشكل كبير وقد صاده واحد من الشباب يستلم فلوس داخل العمل متخيل انه يستلم فلوس داخل العمل قال وين يستلم فيه قال شف فيه مكتب جم مكتبة اللي سووهم فيه الشاهي والقهوة وفيه طاولة المكتب هذاك فيها الله يسلمك يعقد فيه صفقاته اللي يستلم فيها المبالغ وشافه واحد من العيال وقال لي ومن بعد السالفة هذي بشهر الرجال هذا مفصول يتراه زين زين وجزاك الله خير قال وش بتسوي يتراه تشيل هم هو الحين الرجال اللي معاي ما يدرين وراي الحكومة ما يدرين وراي المكافحة بكبرها المم وينزل خويه هذا واطلع من عنده واتصل على الرجال اللي يشغال في المكافحة وقل له السالفة كيت 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 ترى الرجال يستلم رشوات داخل مكتبة قال اي مكتب وحدد لنا كل شيء صدق اجماعة الخير يقول احمد وحدد لهم موقع المكتب والمكان قالولي خلاص احنا الان رح ناخذ امر ان احنا نرسل الخبراء عشان يثبتون كاميرات التجسس ويتكدون من الموضوع هذا كامل قلت له خلاص تمام صدق اجماعة الخير ويجون الخبراء ويثبتون الكاميرات عشان يصدون هذا الرجال يقول ثبتوها في اماكن والله ما ادري وين ولكن ما احد انتبه ومعهم امر من الحكومة انهم يدخلون للمكاتب هذي بسرية تامة بدون ما احد يعترضهم لانهم في مهمة وطنية المهم مر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني شهر شهر ونص ما صادوا عليه ولا شيء ولا شيء نهائيا نهائيا ما صادوا عليه ولا اي شيء الا شوي يكلمني الرجال اللي شغال في مكافحة المخدرات قال يا احمد والله ما قدرنا نصيد عليه اي شيء والرجال هذا توقع انه مر حذر وتوقع ممكن يكون كاشفنا قلت له خلاص زين وان شاء الله اذا صار اي شيء رح ابلغكم يقول وانا اطلع وانا ادخل ومديري يناظر فيني نظرات كأني قاتل احد من اهله المهم صرت ادور على مديري هذا الزلة ابحثي مين ابحثي صار ابقى صيد عليه شيء الرجال حذر مرة الاشياء اللي قاعد يتعامل فيها تعاملات حذرة مرة سكت ومشيت الموقف المهم وتمر الايام يقول احمد في يوم من الايام قلت خلني اروح اتجسس على هذا الشخص واشوف صاحب السيارة هذيك يمر ويروح هناك او لا وابحث عنهم وابحث عنهم يا جمعة الخير صدق وحصل السيارة واقف هناك قلت الحد الان يعني الرجال هذا بينه وبين المدير علاقة واكيد الرجال هذا تاجر كبير مرة كيف الحل اللي اطرح فيه الشخص دا يقول لهم تمر الايام الا اتصل علي رجال اللي شغال في المكافحة قال لي كيف حالك احمد طيب قلت الحمد لله قال بجيك الان قلت لابد حياك الله ويجيني قال لسبوع احمد راح نسوي حركة نطرح فيها الرجال انا والله ما انسيت موضوع ولكن طرحة الرجال هذا لازم نطرحها لان لاحط نسجلاتها مليانة بحالات جرامية لازم دا المرة نطرح الطرحة الكبيرة يقصد مين يقصد المهرب اللي يجي بالسيارة ما يقصد مديرة قال بناخذ مننا بضاعة كأننا موجدين في الدولة الثانية وفي ذاك اليوم ابغاك تكون ماسك الخط حق الفي اي بي لا تطلع من المكان ابد حاول تمسكه بالليهيبة قلت الان انقلوني ترى من الممر هذاك قال اذا انقلوك نوقف ممر الفي اي بي ولكن نبغى الله يسلم كنحط فيك مايك عشان يسجل كل الاشياء اللي قاعدة تصير برضو فيه كاميرات مخصصة للسير راح تسجل كل الموقف يقول نوقف ممر الفي اي بي وخليه مر من عندك قلت الان طيب مديري يمكن يوقفني قال لا راح نسوي حركة ان احنا نوقف الممر هذا وراح نطلب صيانة المكان لان مديرك والله واصل مديرك كبير ما لنا الا الحل هذا يعني يبغون يسوون صيانة لنفس ممر الفي اي بي وخلونا حقيه الفي اي بي مروا مع الممرات العيدية قلت لا ابد اللي تبين سويه والله يجمعت خير وينسقوه معاي واضبط وضعي وحط المايك وحط كل شيء واقعد في المسار حقي المهم الرجال هذاك اتفق معانا موجود في الدولة الثانية ولكن كانوا جايبين لجنة قاعدة تشوف الموقع وتراقب كل شيء قاعد يصير يبغون يطرحون المدير وهو يدخل في شغل الموظف بحماية بلده يقول احمد وقفت في اللاي الحقي طبعا المكافحة المخدرات قاعدين ينظمون ان السيارة تمر من عند نفس المسار هذا يبغون اي مر من عندي وهم طالبين مننا كمية على انه بيجي بيوديها للدولة الثانية يقول يمر من عندي كذا قلت له نزل قزازة ونزل قزازة قال لي اوه هذا انت قال لي ترى حق الفي بي مقفل يقولون فيه صيانة قلت له ايه زين زين وقف على جنب اجيه فتشك قال لي لحول مرة ثانية تبغاني امشي يعني من قدامك مرة ثانية ومدري ايش يقول قامي هايط علي قلت له اقول لا يكثر كلامك ووقف لين اجيك تسمع انت ولا ما تسمع ولا قسم بالله العظيم ايه كلام ثاني يلاخذك ووديك الحبس يقول قاعد يضحك الرجال ضحكات هستيرية يعني اني انا بمشي من عندك ولا اراك شيء وقف كذا على جنب وجيه قلت لانزل واتكلم معاه انا برضو كأني ما اراه شيء وافتح السيارة كذا وافتح الدرج نفس المكان ما تغير واثق واثق يعتقد انه خلاص مرتكي على مديرة واخذ وحص البضاعة واصور البضاعة بالجوال قال ايش تسوي انت تلعلمك ايش يسوي واسكر الدرج يقول قفلت الباب كذا وقلت له انقلع للانتظار لين ايجيك ولا تتحرك ولا تسوي شيء يقول قام ينظر فيني كذا باستهتار قال لي يصير خير يصير خير بطلع زي كل مرة يقول ويدخل ويكلم المدير حقي مرحبا هل ابو فلان كيف حالك طيب ترى خويك وقفني يعني نفس العادة واجه عند مديري قال لي يقول قال لي احمد اتوقع انت ما تفهم الكلام قلت له قلت لانت برضو ما تخاف على بلدك ولا تخاف على الوطن اللي انت ساكن فيه قال لي اطلع اطلع بره واجيك نفس الموقف الاول قاعد ينعاد بالضب قل يطلع بره يوقف قدامي قال لي احمد انت شكلك شخص عنيد شكلك تبغاني ابلاك عشان يسجنونك وفتك منك اقول لك هذا تحت حمايتي تسمع ولا ما تسمع قلت له لا موب على كيفك مو تحت حماية انا موظف هنا اسوي الشغل اللي اشوفه وهذا الرجال والله ما يطلع قال لي يطلع خصبا عنك قلت له والله ما يطلع لو يصير ليصير قال انت تسمع انا مديرك قلت له اذا مديري الله واكبر حبيبي الرجال هذا والله العظيم انه ما يطلع لو يصير ليصير قال لي طيب يصير خير يقول إلا الرجال بتعود على كل مرة يطلع ويقول لي هات المفتاح حق السيارة قال لي المدير حقي عطاه قلت لا والله ما أعطي قال تسمع ولا ما تسمع عطاه طبعا هذا كل السيناريو اللي قاعد يصير مسجل صوت ومسجل صورة وبرضو أحمد مثبت كل شي بالجوال ان في بضاعة موجودة في الدرج قلت خلاص زين وطلع المفتاح وعطيه هي ويركب اللي مدير يقول انت لك تعامل ثاني وعنادك هذا والله لأكسر راسك قويت اللي قبلك وقفت عليك انت إذا ما خليتك تنطرد من ذا المكان ما أكون أبو فلان قلت لايه يصير خير الحين الموقف هذا كل اللي قاعدين تشوفونه تسجل صوت وصورة وتثبت على المدير دخل مدير العمله يقول لي شوية اللي تصل عليه الرجال المخدرات قال لي اسمع أحمد كل شي واضح وتم تثبيت كل شي يومين مدير كل مفصول مو أنت لاتشي لهم يقول صديقة جمعات الخير ما مرت يومين أنت مرة كويس ومرة مشرف فأطلب ترقيتك وين تبغى تكون وين تبغى نحطك في أي موقع تدوم فيه يقول أول ما قلولي كذا على طول جاء في بالي أني أروح أدوم في المنطقة اللي أنا ساكن فيها وقلت لهم المنطقة قالوا لي خلاص تم وبإذن الله يومين ثلاث أيام يجيك خبر نقلك للمنطقة اللي أنت بغاها طبعا راح يرقونا ما راح يكون مسؤول راح يكون برضو موظف عادي ولكن راتب يكون أعلى شوي يقول أحمد صدق بعد مرور يومين إلا عطوني ينقل للمنطقة حقتي ولكن يجمعت الخير أحب أقول لكم أن الأحداث الضخمة ما كانت في المنطقة الأولى أحب أقول لكم أن الأحداث الضخمة والكبيرة اللي موجودة في القصة كانت في المنطقة الثانية طيب يجمعت الخير يقول أحمد خدت ورقة المباشرة حقتي هذه ورقة يكون فيها اسم المدير المباشر حقي والموقع والمكان اللي راح أروح لها يعني القسم نفسه يقول صدق في ذاك اليوم صحيت بدري وروحت للموقع عملي الجديد اللي عند بيتنا رحت واتجاهت المكان عملي وبحثت على الشخص اللي اسمه محمد اللي هو المدير المباشر حقي وصرت أسأل عنه داخل القسم وين محمد وين محمد لين دلوني عليه وسلمت عليه هلا والله محمد كيف حالك طيب يا هلي من معي قلت أنا أحمد الموظف الجديد قال لي يا مرحبا ومسهلة قال تبغى علمك وسلوب العمل عندنا قلت ليه هل وسلوب العمل يختلف على العمل اللي اشتغلته قبل قال لا ما يختلف ولكن فيه أشياء ثانية لازم تدقق فيها ولازم تكون مركز مثل ما انت عارف احنا المنطقة حقتنا بين دولتين قالوا المواد الممنوعة اللي تدخل وتطلع مواد كثيرة مرة ممكن انت المنطقة اللي جيت منها ممكن فيها الحبوب وبعض المواد الممنوعة البسيطة ولكن هنا حطه في راسك فيه كل شي ممكن يمر من عندك اذا تبغى مشروبات ممنوعة موجودة اذا تبغىهم يمرون اسلحة موجودة اذا تبغى حبوب موجودة مواد خطيرة موجودة يقول كل شي يجيبونا هنا يحتاج ان يكون تركيزك عالي يا احمد انا ما بغى اترك من البداية ولكن خلك مركز لم فيه مشاكل كثيرة صارت هنا واحنا ما ندري وبعد فترة صرنا نكتشفها قلت لها زين زين قال لي اسمع هذه منطقة الاستراحة حقتك وبرضو تقدر تروح تباشر العمل هناك اذا بغير تبغى تباشر العمل الان او بكرة في الوقت اللي انتبغى قلت لها الله يعطيك العافي واطلع من عندك جماعة الخير واروح لمنطقة الاستراحة يقولوا ادخل منطقة الاستراحة وكانوا فيه شخصين قاعدين يفطرون مرحبوما سهله والله كيف حالكم طيبين معكم خويكم احمد الجديد جايكم من منطقة الفلانية الثانية قالوا لي اهلا وسهلا وحياك الله ابدقلت تعال افطر معنا قلت عشان الطف الجو معهم واكسبهم من البداية نزلت افطرت معهم وصرت اسول قالوا لي احمد ترى الشغل هنا مرة صعب لازم تكون مركز قلت لقيت اول مدير محمد قال لي قال ممكن هو ما قال لك كل شي ولا يبغي يخوفك في البداية ولكن ترى صدق ولكن ترى صدق المنطقة اللي احنا قاعدين ندوم فيها هذه ترىها صدق خطيرة ولازم تشك في كل السيارات اللي تمر من عندك وتكون حريص قلت لها باذن الله وان شاء الله ان ربي يساعدني في هذا الشي قال ابد فالك التوفيق واذا بغيت شي ترى حنا اخوانك قلت لهم ما تقصرون والله يعطيكم العافي المهم خلصت فطوري وقمت على طول الى دوامي ابغى باشر العمل عشان اشوف طبيعة العمل نفسها يقول صرت راقب السيارات اللي تمر وترجع وعلى هذه الحالة يقول واستمر عملي هذيك المنطقة ما يقارب اربع سنوات يعني مرت فترة طويلة مرة وانا دوم في ذيك المنطقة وتمرست بشكل كبير يقول في احد السنوات صار شي غريب والشي هذا اللي قاعد يصير ما ادري هل هو شي معتاد كان يصير قبل او شي جديد اللي هو يا جماعة الخير كل شهر او شهرين نفس الكلاب حقة الحراسة عرفتوها اللي تشم المواد الممنوعة داخل السيارات في يوم من الايام تصير تنابع على اكثر السيارات الموجودين لدرجة من بعض الاحيان كنا نشك ونقولوا ش فيها هذي فيها شي ما فيها شي شه السالفة ما ندري يقول في ذاك اليوم عقد اجتماع عشان يغيرون طاقم الكلاب الموجود عندنا ويبغون يجبون كلاب جديدة مخصصة للحراسة وكانوا يقولون ان الكلاب هذي لها فترة ولازم خلاص انقاعدها عن العمل لانها تصير مهلوسة وتوصل مرحلة صعبة طبعا انا والله ما اعرف الكلاب ولا اعرف كيف طبيعتها وقلت شلون يعني وصاروا يشرحوا اللي قالوا انها هي باحيان تاخذ بعض المواد اللي تخليها تشم المواد الممنوعة وهذه المواد تسبب لها خطر بعدين ولازم انها توقف من العمل ونتركها ونجيب كلاب ثانية جديدة قلت خلاص سين اللي تشوفون انا معكم قالوا باذن الله الكلاب الجديدة هذي رح توصل بعد اسبوع من الان قال ركزوا ورفعوا مستوى الحراسات لين توصلنا الكلاب الجديدة وصدق يجمعت الخير وارجع العمل يوصير راقب السيارات اللي تمر ووقف سيارة ومشي سيارة وعلى هذه الحالة ويمر الاسبوع الاول الحمد لله على سلام وفي يوم من الايام جت السيارة اللي فيها الكلاب البوليسية جابونا يجمعت الخير كلاب جديدة حوالي ستة او سبع كلاب والكلاب هذي مخصصة للحراسة يقول المهم حطوا الكلاب وركزوهم وبوعظ المدربين يمشون بهذا الكلاب حول السيارات يقول صدق بعد شهر او شهرين انعادت نفس السالفة السالفة جمعت خير الكلاب تصير فيها تنابح ولا ندري وش فيها وهل هي قاعدة تمر بحالة هستيرية او في شي قاعد يصير في الكون يقول في البداية كنت اعتقد ان الكلاب تشوف اشياء احنا ما نشوفها وممكن في ذاك الوقت شافت شيء مثلا في السماء او في الكون ما ندري عنه يقول انا كنت كده متخيل من يوم يبزر يقول ولكن استمر النباحة واحنا ما ندري وش السالفة قلت فاكيد ان الكلاب هذي تمر بحالة غريبة ولكن استمرت هذه الحالة يقول المهم ذاك اليوم وانا داخل مكتبي اللي اقابلني مديري يقول احمد تعالى بغاك شوي شوي يجون كل اخوياي وراي شو السالفة وش حاصل قالوا اجمعت الخير مكافحة المخدرات راح يجبون شخصين هنا يدومون عندنا قلت وش السالفة قال ان الاونال فاتت مرت كمية مخدراته بشكل كبير للدولة الثانية والدولة قاعدة تتضرر من الشي هذا اللي قاعد يصير بس شلون احنا قاعدين نفتش السيارات وقاعدين نراجع وراها قالوا لا قالوا لا لازم الان نركب اجهزة مخصصة للكشف عن طريق الاشعاع يعني شفتوا اجهزة الاشعال في المستشفيات جهاز كذا كبير يدخلون فيه السيارة نفس الفرن وصير يمسح السيارة مسح ضوئي ويعرف كل شي جواها يقولوا لازم كل يوم ندخل داخل هذا الجهاز خمسين سيارة احنا شكين فيها لان الكميات اللي قاعدة تمر كميات مو بسيطة يتطيب الاجهزة هذي متى بتجي الاجهزة هذي تحتاج اربع شهور خمس شهور لان تجي ولكن الخمس شهور هذي راح يدومون معنا ناس من مكافحة المخدرات وراح ينتبهون الكل شي معنا وراح يساعدوننا على العمل عشان نحاول ننجز بقدر كبير قلت لزين زين واثنين هذولي راح كل ثلاثة او اربع اشخاص منكم راح يكون مع شخص يتعلم منه الاسلوب ويعرف كل شي مثل ما انتو عارفين موظفين مكافحة المخدرات موظفين ما هم بسيطين مرة يقولوا جابوا الموظفين هذولي عندنا يقول احمد جونة شخصين يقول واضح انهم محنكين لابعد درجة يقول واحد عمره ممكن في الخمسة واربعين ستة واربعين والثاني عمره في الثلاثينات سبع وثلاثين ستة وثلاثين بحدود هذا العمر المهم جونة هذولي الشخصين واحمد يقول انا اشتغلت مع واحد منهم اسمه فهد قال انا فهد من مكافحة المخدرات وانا راح اراقب السيارات معكم قلنا حياة كله وابد يا مرحبا ومسألة واشي تبغى حنا في خدمتكم صدق اجمعت الخير اشوف فهد والشخص الثاني اللي معاه قاعدين يدورون على الميدان ويدورون اشياء وينظرون في اشياء فانهم قاعدين يبحثون عن شي معين ولكن ما ندري وشو هذا الشي وانا طبعا يا احمد 24 ساعة مع فهد اداوم من اول ما اداوم لين اقفل دوامي وانا قابل فهد ويقعد يشرح لي يعلم لي ويقول بعض الصوالف وكان يشتكي ان فيه سيارات قاعدة تمر معاها مواد ممنوعة بشكل كبير مرة ولا ندري كيف يدخلونها كنت اقول له انت متأكد انها دخلت عن طريق المنفذ البري هذا قال لي نعم عن طريق المنفذ البري لو ان منفذ جوي مستحيل انها تدخل نهائيا فيه تفتيشات مرة صعبة في المنافذ الجوية ما فيه الا الطرق البرية ايه اللي تدخل فيها المواد الممنوعة قلت له زين زين صدق في ذاك اليوم يا جماعة الخير كنت جاي الدوام وفي اللحظة اللي احصل الكلاب قاعدة تنابح بشكل كبير وما ندري شو وضعها شرف علي فهد وقال لي وش فيها الكلاب تنابح قال لي والله هذه حالتها لها فترة طويلة مو هي بس حتى الكلاب اللي قبلها نفس الحالة فتوقع المكان اللي نداوم فيه اكيد يا فيه جن ولا فيه شي غريب ما ادري شو وضعها قال والله غريبة يقول لأحمد ولكن انا داخلي ماني مؤمن بالشي اللي قاعد يصير وحس فيه شي غريب فيه شي غريب 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 مرة فرح تكلمت المجرب حقي وقلت له قلت له ما عليش الكلاب عندنا تنابح الكلاب الجديدة والكلاب القديم فاكيد ان فيه شي قاعد يصير احنا ما ندري عنه قال لاي رجال هذي متعودة تسوي الشي هذا قلت له ما عليش ابغى منك طلب اني اراجع كاميرات المراقبة في الاوقات اللي تنابح فيه الكلاب كان اللي يبشر واللي تبيه يصير ولكن لا تقول ميداحد اني انا عطيتك تسجيلات كاميرات المراقبة قلت له تمام قال رح الان لغرفة المراقبة والتحكم رح تحصل هناك فيه شخص وانا رح اكلمه لك الان عشان يفتح لك النظام كامل وتتفرج وقل له التواريخ اللي كانت تيجي فيه الكلاب وتنابح يقول احمد والله صرت استذكر الموضوع وحاول احدد التواريخ والايام عشان اقول لها الشخص هذا اللي موجود في المراقبة والتحكم وقلت لعطني من التاريخ الفلاني هذا والتاريخ الفلاني هذا والتاريخ الفلاني هذا والتاريخ الفلاني هذا صار يعطيني فيديوهات كثيرة كنت احدد له الوقت بالضبط يقوله كان نظامهم حرفيا رهيب مر وسريع يعني ما قعد معاي ولا ابو عشر دقايق اللي هو مطلع لي كل الفيديوهات اللي مرت وكانت الكلاب تنابح فيها واشغل الفيديو الاول وقعد اتفرج وصدق واشوف الكلاب وهي تنابح وتنط على السيارات لا حط بشي غريب برضو واشغل المقطع الثاني ونفس الحالة قلت يااخي ومستحيل يعني قلت هل هي نفس السيارات اللي قعدة تمر وتنابح فيها كل فترة يا يااخي سيارات مختلفة والموضوع مطبيعي يااخي وش قعد يزير وصرت ادقق ادقق نهائيا ما حصلت ولا شي يقولوا صرت اعيد هذا الفيديو كل يوم كل يوم اعيد الفيديو ابغى اعرف شي يدلني على الشي اللي قعد يصير واحس الموضوع ماهو طبيعي الموضوع نهائيا ماهو طبيعي يقولوا اصير اراقب كل يوم الفيديوهات اللي قعدة تنعرض لي يقول لاحط فيه شي واحد متشابه في كل الفيديوهات هذه وفي كل المراحل اللي تمر فيها نباح الكلاب فيه ثلاث سيارات دايما تكون متواجدة تكون متواجدة ورا السيارات هذه اللي تكون الكلاب قعدة تنابح عليها وبعدها تروح سيارات اللي الكلاب نابحت عليها وتوقف مواقف التفتيش وتدخل الثلاث سيارات هذي ويفتشونها كيدا تفتيش سريع وتمشي طرف بالي فكرة عني اروح اكلم فهد واقول لها الشي اللي قاعد يصير قدامي والشي اللي انا شفته والله واروح واكلم فهد قلت لها تعال ابغاك شوي قال لي وشي السالفة قلت لها تعال فيه موضوع مهم يعال وشو قلت تعال واخذوا ورية الفوديوهات صرت اقول لها شفتها الثلاث سيارات هذي لها السيارات هذي دايما تجي المرحلة اللي تنابح فيها الكلاب ولكن كيف تصير الالية هذي انا ما نعارف ليه الكلاب تنابح السيارات اللي قدام والسيارات اللي وارا هذي ما هي قاعدة تنابح عليها لو كانت فيها ممنوعات قال لي والله مستحيل يعني يصير الشيء ذات فاكيدا فيه تصادف حبيبي كيف صدفة وهي من عادة ما يقارب ستة او سبع مرات فاكيد الموضوع فيه شيء قال لي ممكن وش رايك اجل نشتغل عني اياك يا احمد على هذا الموضوع بما انك انت تمون على مديرك وتمون على الرئاسة اللي عندك راح تساعدني اننا راح نعرف اش راح يصير في هذه النقطة يتلعب شر على طول يا جماعة الخير رحت للمدير حقي اللي هو محمد مرحبا محمد كيف حالك طيب ان شاء الله اسمع احنا راقبنا الفيديوهات كلها انا وفهد الضابط اللي موجود في المخدرات نبغى منك الان الاذن انك انت تفتح لنا النظام وتطلع لنا معلومات الثلاث سيارات هذي من اصحابها وننتظر الوقت اللي يمرون فيه ونوقفهم فيه يقول كان مديرنا متعاون بشكل كبير يقول مشكلة النظام العمل اللي احنا نشتغل فيه مغلق شوي وعليه رقابة عالية ولازم يكون مشرف او مدير اوه الشخص اللي يدخل ويطلع اللوحات ويطلع اسمائهم صدق اجماعة الخير قام مديري محمد وطلع اسمائهم ورقم لوحات سياراتهم وين ساكنين وين يشتغلون طلع كل شي عنهم وسلمنا اياها انا وفهد وعطانا الاذن في المرة الثانية ان احنا نوقفهم ونفتشهم على هذه الحال وش راح نسوي راح نكلم يا جماعة الخير الشرطة المخصصة للطرق اللي هم عندنا يسمونهم امن الطرق قلنا لهم اذا حد مر باللوحة الفلانية هذه عطونا خبر عشان نستعد في تفتيشها وتبعد نقطة امن الطرق هذه ما يقارب خمسين كيلو من نقطة الجمارك طبعا احنا ويجاف راسنا قلنا انه ممكن الثلاث سيارات هذه مسويين نفس الحركة ذي عشان يقدرون تخطون حاجز التفتيش اكيدا عندهم شي يمسوينا ما ندري لحد الان وش هو هو وصديقة جماعة الخير تمر لأيام اللي يجينا في جهاز الندى نقطة التفتيش تقول لنا ان ترى السيارات جاية مع بعض ثلاث سيارات بالضب فستعدوا عشرين دقيقة اثنين وعشرين دقيقة اهم موجدين عندكم قلنا لهم زين زين ونطلع جماعة الخير انا وفهد ننتظرهم نبغاهم بس يجون عند النقطة عشان نفتشهم وباذن الله ان احنا نحصل المخدرات معهم يقول والله وتقرب السيارات وتدخل ونفس الطريقة يا جماعة الخير الكلاب انشغلت بالسيارات اللي قدامهم وقامت تنابح ويحسبون ان احنا ذالمرة راح نمشيهم قلنا خلاص هذه الطرحة لدرجة المديري طلب دعم عشان نلقي القبض عليهم مرة وحدة صدق جماعة الخير اول ما جت ثلاث سيارات كان واقف فهد وانا يا احمد واقف جنبه تمر ثلاث سيارات ووقفناهم في نفس الود وقف عطنا لهو الاثبات حقك وقف على جنب وبرضو السيارة الثانية نفس الحكاية والسيارة الثالثة نفس الحكاية وقفوا جماعة الخير ولا بان عليهم الارتباك نهائية وقفوا ونزلوا وعسى ما شرش السالفة قلنا لهم طاحت عليكم العين وراح نفتش سياراتكم كلها صدق جماعة الخير وقفنا سياراتهم كده في مكان عليمين عشان نفسفس السيارة فصفصة كيف نفسفسها يعني راح ندور فيها زاوية زاوية ما راح نترك ولا محل فاضي صدق نجي انا وفهد ونفكك السيارة ونفتح الكبوت ونرفع المراتب ونفكك الديكورات يقول درجة صرنا نقطع المراتب خلاص درينا انها ذولي معهم حمولة كانوا يقولون لا ومدري ايش واش فيكم يقولوا صرنا نفتش في كل مكان سيارتهم قطعناها تقطيع ولكن الصدمة جماعة الخير ان احنا ما حصلنا معهم ولا شي شلون كيف نعم ما حصلنا معهم ولا شي انهبلنا انهبلنا ما قدرنا وش نسوي قال فهد ما عليش احمد قلمت خويك يجيب كلاب الحراسة ويجيب كلاب الحراسة هذي جمعت خير ودخلها جو السيارة والكلب لا حياته لمن تنادي لا نابح وعلمنا ان السيارة ما فيها شي نهائيا الصدق احنا انهبلنا شلون وش سوى وش الخطة اللي يستخدمونا هذي اللي يهربون فيها المخدرات وش هي اهي طبعا في هذه الحالة يشمل لنا التعوير لازم نعوضهم على الاشياء اللي صارت لهم ومن يتحملها اللي هو رئيسنا في الدوام وبسبب هذا الموقف رئيسي في الدوام اللي هو محمد زعل علي زعل شديد مرة قال ليه سويته كذا في السيارة وليه قطعته كل شي وش الثقة هذي اللي فيكم الممودوها عند المحاسب عشان المحاسب يخلص امور المبالغ المخصصة للسيارة والتلف اللي سببوا الموظفين هذولي صار مدير مدير احمد ما يثق في احمد كثير وبدت تهتز فيه الثقة وصار يجاهله ولا عد يحب يقابله وهذا الشي حرفيا تعب نفسية احمد لان صدقه استعجل ولقى القبر وقطع المراتب وحاسوا سيارات الناس بسبب بس انهم شكوا فيهم ولكن يبغون يعرفون وش الاسلوب اللي استخدموه فقال فهد ميد احمد اسمع يا احمد لازم يا احمد نستقعد لهم مستقعات والراجع كل شي موجود عندنا هنا في النقطة يقول احمد يجمعت الخير تعبنا معهم هذولي اغرب مهربين مروا علي المواد الممنوعة قاعدة تدخل البلد ولكن ما ندري وش الاسلوب اللي يستخدمونها وكيف قاعدين يمررون هذه المخدرات بدون ما ندري وقلت لازم اراجع التسجيلات من جديد وافحص الموقع بالكامل واقعد انا وفهد على هذه الفيديوهات انتابعها ليل نهار بعد مرور 10 ايام و 11 يوم طلع لنا استنتاج عظيم مرة والاستنتاج هذا ممكن يصيب وممكن يخيب خلوني يعطيكم التحاليل اللي اطلعت لهم يقول احمد هذول يمرون في فترة الصباح مثل ما انتم عارفين فترة الصباح فترة اللي تمر فيها الشاحنات والتريلات بسموع انها تتحرك من الوقت الزمني هذا الى الوقت هذا وتكون كلها في فترة الصباح ولاحظنا مع دخول هذه المجموعة فيه تريلة كبيرة تمشي في مسار التريلات تمر في نفس الوقت وقلنا هل مرور هذي التريلة يكون عن طريق الصدفة ولا اكيد انهم يعرفون من صاحب التريلة هذي بعد ما اجتمعنا وفهد وقررنا ان التريلة هذي فيها لبس تريلة اجمعت الخير اللي هي الشاحنة اللي فيها الكنتينيرات حقة النقر دايما تمر الصبح والسيارات هذي تمر معها فالان كل تفكيرهم على هذه التريلة هذول يمرون والتريلة تمر في نفس الوقت لان مسار التريلات يكون مسار خاص والتفتيش حقها برضو تفتيش خاص فروحنا اجمعت الخير للنقطة الامنية حقة التريلات قلنا لنبغى صورة للشخص اللي يسوق التريلة وكيف شكله هل اهو شخص اجنبي او شخص من نفس البلد اللي احنا فيها رفض في البداية يعطينا التسجيل وقال هذا ممنوع وانا ما اقدر اصوي شي قال احمد انا ما اقدر اكلم مديري لانه والله زعلان عليه على اخر موقف ولازم احبط عملية التهريب هذي عشان مديري يثق فيني قال لفهد لا تشيلهم انا بكلم مديري في الدوام وخليه يعطينا اذن من الحكومة انهم يعطونا التسجيلات هذه قال لزين زين صدق اجماعة الخير ويقوم فهد ويكلم مكافحة المخدرات ويعطونا اجماعة الخير الاذن انه هو يشوف الفيديوهات المسجلة المخصصة للتريلات وحنا عطيناها الاذن هذا قال خلاص تفضل صرنا اجماعة الخير ينقرب ويشوف الشخص اللي يسوق التريلة هو الراكب اللي جنبه شوي انا قعدت اتذكر اقول يا اخي الراكب هذا انا قد شفته والله قد شفته ولكن وين اعرف الشخص هذا مين وين شفته وش وضعه وين شفته وين شفته يقول احمد صرتها جمع وتذكرت يا جماعة الخير وتذكرت يا جماعة الخير ان هذا الشخص وهو خالد اللي كان يشتغل معاي في دوامي الاول قلت لها الدرجة خالد يشتغل ذا الشغلة مستحيل يا اخي المهم قام فهد تأكد من الموقف وبلغ جهة عمله اللي هم مكافحة المخدرات وقال لهم الاحداث اللي قاعدة تصير وقال لهم في تريلة اتوقع ان هذه التريلة ايه اللي تحمل المخدرات قال لهم لزين زين وينسقون مع امن الطرق من جديد ويقولون لهم اذا مرت السيارات هذي بلغونا وصدق مرت وقال ذا المرة فهد راح نراقبهم من البداية ونشوف وش يسوون جوا في بداية الزحمة يا جماعة الخير وزبن فهد واحمد داخل سيارتهم وصاروا يراقبون الثلاث سيارات هذولي وش يسوون قبل ما يدخلوا المنفذ يقول احمد اشوف واحد وقف سيارته علي سار وفتح الشنطة حق السيارة وطلع نفس الرشاش حق الموية عرفتوه اللي يضغط كذا من فوق يقولوا طلع حبوب من جيبه وحطها جوا البخاخ بعد ما فتتها يقولوا سكرها وخضها 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 وشوف يسوكع شك 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 حق الموية بعدين ركبوا سيارات ومنتظروا لين جت الزحمة يقوم الرجال هذا ويرش المادة اللي محطوطة في البخاخ وكان اللي جواها مواد ممنوعة يقول كان يرشها ع السيارات اللي قدامهم وكانت ما تنتبه السيارات يرش كنها رش عايدي يقول كان يرش عايدي موية عيدي صارت جماعة الخير يسوون هذه الطريقة عشان المادة تكون على السيارات وتقوم الكلابة تنابح إذا شمت هذه المادة بعدين الخطة الثانية وش يسوون يدخلون مع هذا المنفذ وتكون الكلابة ما تراقب الجهة الأمنية اللي فيها التريلات وتصير تمر تريلة بدون مراقبة حادة فهد وأحمد لحد الآن قاعدين يتفرجون على ذال يرش الموية مرت الكلابة والكلابة قامت تنابح ومشت السيارات وصاروا يلحقون وراهم طبعا مكافحة المخدرات عندها علم بهذا الموضوع وصار فهد ينسق مع المركز العمل حقه اننا رحنا مع المكان الفلاني السيارة لفت 100 لفت يسار المهم دخلت في مكان مخصص المستودعات الكبيرة وصدق يا جماعة الخير وما خاب ظن أحمد التريلة اللي مرت كانت فيها مخدرات يقول دخلت التريلة هذا المستودع ودخلت الثلاث سيارات معهم في المستودع وقفلوا البوعبة يقول ما قعدوا ولا 15 دقيقة إلا مكافحة المخدرات موجودة في نفس المكان ويطبون على نفس المكان ويحصلون صدق التريلة محملة مخدرات والثلاثة أشخاص هذوليك كانوا يساعدونهم أنهم يمرون من ذيك النقطة وصعدهم كلهم متلبسين بهذه الجريمة يقول أحمد أنا ما أهمني شيء يقول أنا دخلت وحصلت خوية خالد مناظر فيه وول ما شافني أنصو دم قلت خالد آخ يا خالد أذرك لعبت علي قبل كنت تقولنا المديري مرتشي وانت صرت تعمل مع مديرك يقول حرفيا خالد خان التعبير ولا عرف وش يقول واللي هنا يا جماعة الخير انتهيت من أغرب عملية تهريب قد شفتها في حياتي على أنها بسيطة ولكن أحسها ذكية مرة اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات عن هذه القصة وانتظركم في قصة ثانية واشوفكم فمان الله سلام علي